ومن جانبه أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تعتبر مصر دولة شقيقة وصديقة متطلعا إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنيات والسياسية وخلال المؤتمر اللاثنائي على هامش زيارته للقاهرة وجه الرئيس الصومالي الشكر لرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الفورية للصومال وإدانة محاولة يتيوبيا في تقويد سلامة الأراضي الصومالية الصومال تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة بين بلدين يا فقمت الرئيس أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أنني أكدت مكأكددا على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتي كذلك الفوضى في النظام العالمي أود أن أشكر السيد الرئيس السيسي على الدعم الفوري والذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويد السيادة وسلامة الأراضي السومالية